وأنا عم بطلع حتى الأمور اللي كنا منحكي فيها قلت المرأة إنساني هي نفس وروح وجسد بعدين اتحكيت أن التلاميذ في القارب ممكن تشاركينا في هذا الموضوع حقيقة أنا دايما بشبه خدمة ستة الحبايب لشغلتين مثل البير يلي اشت السامرية عليه ستة الحبايب هي البير المسيح قاعد هناك والسامرية هي كل الستات اللي بيجوا على هالبير لحتى يتلاقوا مع المسيح وهي نفس الشي مثل قصة القارب فات المسيح على القارب ونام وارتاح وطلعت العاصفة والتلاميذ ما عارفوا شو بدون يعملوا القارب هو ستة الحبايب بس نحن كتلاميذ شغلتنا نوعي المسيح ونقل له قوم شوف هالستات شو بدون قوم يا رب وشوف هالستات المهمشات الضعيفات المنكسرات يعني هاو الستات يلي هنم هشبين يلي العالم والتقاليد عملت فيهم كل هيدا الأمور يا رب انت اتدخل مش نحن نتدخل نحن بس بدنا ندلهم على الشخص يلي قادر يساعدهم وهو قادر هو بس قام هدى البحر بكل بساطة بس المسيح يكون موجود بأي خدمة بأي مكان هو ضعيف بصير بطل والمهمش بيقف على إجريه المكسر والمخلع بيقف وكلنا سوا فينا نقول يا رب اشتغل فينا وعمل فينا حتى نقدر نعمل هذا العمل يعني في أبطال الإيمان في عبرانين 11 واحد من الأيات اللي بتلمسني في آية 35 بيحكي عن أبطال مثل بالإيمان قهروا ممالك صنعوا بالرنال مواعيد سدوا أفواه السود أطفقوا قوة النار نجوا من حد السيف تقووا من ضعف صاروا أشداء في الحرب هزموا جيوش غرباء أخذت نساء أمواتهن بقيامة وآخرون عذبوا ولم يقبلوا يعني في أيام التعذيب في أيام الرمان لما منقرأ تاريخ الكنيسة كيف الأم يتشجع ولادها اللي راحين يطعموا للحيوانات المفترسة تشجعهم منه بعد قليل راح نكون مع الرب يسوع المسيح فعلا نساء ملينات إيمان وبعدين خلال الحروب وخلال الوباء وخلال هذه الأيام اللي منمر فيها عم نشوف كتير نساء بلعبوا دور في التشجيع وأنواقفات مثل مثل الأسد حتى يشجعوا الناس نعم أكيد أنا فين أقول وإدعي كل نساء أنه يكونوا بطلات يكونوا أقوياء يكونوا أشداء يكونوا جاهزين ويأخذوا كل شيء يقدروا يقفوا في الثغر يقفوا في الثغر لأنه نحن بحاجة أنه نقف وقفة وحدة كسيدات كأشخاص مؤمنين كستات مؤمنين نقف وقفة وحدة ونعمل فرق لازم نعمل فرق لازم يكون قلنا صوت لازم نحكي لازم نخبر حولينا ما لازم نسكت أبدا مهما حصل شو كانت الظروف قداء كان فيه اكتئاب وجهل وحزن وشو ما كان عندك مصاعب بدعيك اليوم أنك تتنسك بالمسيح وتقولي أنا مع المسيح أستطيع كل شيء فيه اشتركوا في القناة